نحيا بالعمل نسع الإخاء نحيا بالأمل نكتبه الدنيا بنهج آية وتواصل إنه الحق نزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعز ما لدى الإنسان فكره الذي لا يتجسد حق التجسد إلا في عقيدة يلتزمها ومنهج يضمن له صحة تصوره للحياة والمآل الذي سينقلب إليه ولذلك تتجاوز صور الحقوق الفكرية للإنسان ما تعورف عليه في بعض الأحيان من ما يعرف بحقوق الملكية الفكرية التي وجدت لها تنظيمات قانونية وهياكل إدارية فهناك منظمات للحقوق الملكية الفكرية وذلك في إطار ما تمخضت عنه المواثيق والاتفاقيات التي عقدت في هذا الشأن وكذلك على المستوى المحلي في الدول هناك قوانين تضمن الحقوق الملكية الفكرية أي ما ينتجه الإنسان من وحي عقله وبذله في سبيل العلم والمعرفة حتى لا يتم الإفتئات على شيء من حقوقه كليا كان ذلك أم جزئيا وهذا وإن ظهر أنه مفيد للإنسان من حيث صون حقوقه إلا أنه في الحقيقة لا يعني استكمالة الصور التي ينبغي أن تكون منطوية عليها الحقوق الفكرية لهذا الإنسان فهناك صور أهم أثر وأعمق مدلولا من مجرد الملكية لما ينتجه الفكر الإنساني أعلى مرتقا تتطلع إليه النفس البشرية أن تجد ذاتها قادرة على التعبير عن إرادتها دون ما إكراه في اعتدال منطقي وهدف سام نبيل بحيث يربأ الإنسان بنفسه أن تتحكم فيه شهواته أو أن تستعبده نزغاته ونزواته طيشا وجنوحا إما إلى تعطيل للقدرات وإما إلى طغيان يجعله يفتأت على حقوق الآخرين مطيحا بكل القيم النبيلة ودائسا على كل الفضائل التي تكسو هذه الحياة جمالها وسعادة للإنسان وشعورا بالرفاهية والكرامة التي لا بد أن يعيشها الإنسان في إطار هذه الدنيا وهو يعبرها عابدا لله محققا حكمة استخلافه من قبل الخالق في إطار من الانضباط والواعي الذي يحقق أهدافا كريمة ويشيع في الأوساط الوجودية لهذا العالم ما شأنه أن يرقى به مدلولا وهدفا وغاية ومن هنا كانت نعمة الله سبحانه وتعالى أن ينصب أمام الإنسان معالم الحق ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وما كان الله ليترك الناس هكذا سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لهذا كان الإنسان مؤاخذا بما يأتيه من عمل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد على أن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن عبد عباده دائما ما تغميهم سهام الشهوات وتجذبهم الرغبات الجامحة وتشدهم إلى الدنيا المطامع والمطامح المختلفة ناهيكم بتلك الصراعات التي تدور في الوسط البشري في سبيل هذه الحياة الدنيا وجمع حطامها والتنافس على الحضوظ فيها كانت إرادة الله تتجلى رحمة بهذا العبد أنه سبحانه ما كان يؤاخذ أحدا حتى يقيم له الحجة ومن هنا انتن على جميع الأمم بأن يبعث في أوساطها مرسلين ينذرونهم ويبلغونهم ما يريده الله لهم من الهداية لتستقيم حياتهم رشادا وصلاحا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وشاء الله عز وجل أن لا يؤاخذ العباد عندما يتصرفون من تلقاء أنفسهم وبوحي مداركهم وبالاستجابة لدواع الحياة ومقتضياتها دون أن يقيم عليهم الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما أن العقاب لا ينزل على أمة من الأمم إلا بعد أن يقام عليها من الحجج ما هو كفيل بأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فإن الله ما كان ليهلك أمه حتى يبعث في أمها رسولا يبي يتلو عليهم آياته وما كان الله يليه لك أمه إلا وأهلها ظالمون حيث إنهم يظلمون أنفسهم فيفتأتون على سواء الفطرة ويستجيبون استجابة مطلقة إما تلقائيا وإما بعد حيل يعملها الآخرون من حولهم ليصبوا في أذهانهم ما يتريده تلك البيئات المختلفة منهم تحقيقا للأهداف المرومة وسيرا في المناهج المرسومة بحيث الإنسان لا يجد نفسه إلا مكبلا بأوضاع لا يمكن له أن يتخلص من لعوائها ولا أن يتحرر من قيودها وبذلك ينساق انسياقا بهميا يرتكس به إلى حضيض من العبودية التي كانت جديرا بأن يحرر عقله وفكره منها وهكذا مع أن الإنسان في حقيقته عندما يتأمل وجوده يستشعر عظمة الله عليه فهو لم يكن إلا من ماء مهين أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة لكنه ما يفتأ أن يجاحد وأن يماري في الحق وأن يزعم أنه قادر على أن يواجه الله الحجة بالحجة وأن يقارع البرهان بالبرهان أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مع أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أنه لا يستطيع أحد وليس بمقدور عبد أن يقف أمام عظمته سبحانه وقدرته عز وجل فهو القوي والعباد هم الضعفاء وهو الغني وهم الفقراء مع أن الله في سبيل إكرام العقل بيّن أنه شديد الجحاد حيث قال وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق وهكذا يتبين أن من أبرز الحقوق الفكرية هو أن يصان للإنسان منهج تصوره بحيث يتلقى تلقياً للهداية دون أن تشبى بشيء من الانحراف النفسي أو الرغبات التي تحقق من ورائها أهداف ليست متمحضة مصلحة لهذا الإنسان بل تكون غالباً مجانبةً لما أراده الله له من الفضل والسعادة في معاشه ومعاده وحاضره ومآله لأن هذا وضع إن استجاب له الإنسان فإنه يتخلى عن حرية تفكيره ويعطل فطرته السواء وكذلك لا يستفيد من ذلك الهدى الذي جاء من عند الله سبحانه ولا يمكن أن يعول في هذا وذاك على الرغبات العاطفية فإن الإنسان قد يحب لأخيه أو لأخيه الإنسان أن يكون مهتدياً ولكن الله له إرادة في خلقه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لذلك فإن من أعتى صنوف الإكراه أن يتم صوء الشخصية الإنسانية في قوالب جامدة بحيث تعبأ من الأفكار والمبادئ والقيم والمفاهيم تعبئات تفرزها البيئات وترتضيها المجتمعات وفق سياسات محددة وخطط مرسومة لينساق هذا الإنسان أو يساق بتعبير أدق في سير ليس له إرادة وإن زعم أنه عندما يفعل تلك الأفاعيل إنما هو يعبر عن حريته لأنه ليس لديه حرية عندما تم كبت طاقته العقلية وبتلك الأغلال من التوجيهات التي تستوعب الإنسان في كل مشخصات تكوينه عاطفيا وشعوريا ناهيكم بذلك الإلجاء الذي يتم من خلال التطلع والمعرفة لحاجة الإنسان إلى كثير من متطلبات هذه الحياة فيستغل من هذا الجانب ليتم تصريفه وتطويعه لسياسات وأهداف تزيغ به عما أراده الله عز وجل من أن يكون هذا الإنسان كريما عزيزا جانبه مهابا حماه مشرفا برسالته السامية في هذا الوجود إعمارا وبثا للخير والبر والإحسان لهذا وذاك كان الله قد امتنى على هؤلاء العباد بأنه لا يقبل الإكراه عليهم حتى ولو كان ذلك في الدين بل إنه نفى أن يكون في الدين شيء من الإكراه لا إكراه في الدين ولكن لا بد من أن يبين الحق من الباطل وأن يستبين الغي والرشد حتى تتمكن هذه الطاقة البشرية التي زودت بما زودها الله إياها من المواهب والمدارك التي تعين الإنسان على أن يميز بين الأشياء وأن ينفذ ببصيرته وبعقله إلى الحقائق كما هي دون التواء ودون تحريف أو زيغ فيختار لنفسه ما يختار لها ولا تكون الهداية إلا بإرادة الله عز وجل ولكن واجب المرسلين أن يبلغوا عن الله وأن يأخذوا بالبشرية إلى هداية الله سبحانه وتعالى انتزاعا لهم من تلك البيئات التي قد تفسد عقولهم وتعطل مداركهم كما أنهم يعملون على أن يحرروا هذا الإنسان من أسر الشهوات والنزغات ومن ضيق هذه الدنيا إلى سعتها ومن الجور إلى العدل ولا يكون هذا إلا ببدل الوسع والطاقة وكان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على إيمان العباد حتى إن الله سبحانه وتعالى قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين كان أحرص الناس على أن يؤمن هؤلاء الناس لأنه يحب لهم الخير فهو ما بعثه الله إلا رحمة للعالمين بحيث تغطي رحمته وتشمل كل ما في هذا الكون من أدق الذرات إلى أعظم المجرات لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفرح إلى حد أن تفيض عيناه بالدموع فرحاً عندما يؤمن أحدهم كما حدث عند جار كما تذكر الروايات كان جار له يهودي مرض ولده فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وعندما وقف على رأسه قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أشفع لك بها عند الله فأخذ الولد يدير عينيه في وجه أبيه ليقول له أطعب القاسم وعندما نطق بالشهادتين فرح رسول الله ورقت عيناه الشريفتان بالدموع حامداً ربه على أن أنقذ نفساً من النار وهكذا يجب أن تحمى حقوق الإنسان الفكرية حمايةً واعيةً أصيلةً مكينة أيها الإخوة إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة